لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكون معظم مشهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل العقل وعنوان حلقتنا النهاردة مشيئة الإنسان مجازية ومسلوبة عند ابن حقر وإحنا نتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وكانت برقم 87 وكانت بانوان تقديم النقل على العقل أصل الكفر عند ابن حقر عن كلام الشيخ البراق لما قال فكل عقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الضبر وفضل اليد على الرجل وفضل اليمين على الشمال وتطابق على ذلك الشرع والعقل يعني الإنسان بيساوي عقل وإدراك زائد قدرة ومشيئة زائد فعل وأثبتنا من خلال الحلقة برغم أن مصدر التلقي عند الأشعارة وابن حجر هو العقل لكن في التحسين والتقبيح قالوا أن مصدر التلقي هو الشرع يعني العقل لا يحسن ولا يقبح لأنه لا يدرك الحسن والقبيح لأن الأفعال مستوية وبالتالي راحوا لغوا العقل وبكده مش بيعرفوا يفرقوا بين الفعل وعكسه غير لما ينهى عنه الشرع وبكده ألغوا العقل والإدراك وفي حلقة رقم 88 شفنا إزاي أن الأشعارة كمان نتيجة التحسين والتقبيح الشرعيين ألغوا قدرة الإنسان وشفنا أبد حجر لما قال إن الإنسان عنده قدرة بس ملهاش تأثير وقال للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والسقط منها لكن لا تأثير لها وألغى القدرة وإن قدرة الإنسان دي بيكتسبها من الله لما ينوي يفعل إشيء وبكده ألغى العقل والإدراك والقدرة وفي حلقة النهاردة هنكمل باقي المعادلة وإزاي هيلغي مشيئة الإنسان طبعا التحسين والتقبيح الشرعيين هنثبت فيهم مشيئة الإنسان اللي هي هنشوف إن الإنسان لعقل ولا درق زائد لقدرة وزائد مشيئة زائد فعل النهاردة هنتكلم عن إزاي بالتحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة بيلغي مشيئة الإنسان والحلقة الجاية هنتكلم عن الجزء الثالث وهو أفعال الإنسان وطبعا بعض القدرة هي جدور المشيئة فعمل أي إنسان بيبدأ بعقل يدرك ويميز ومن خلال القدرة اللي عنده بيقرر أنه يعمل أو لا يعمل ودي هي المشيئة وعنروح لكلام الشيخ البراك وبيقول ومسهب الأشعار أن الأشياء في ذاتها مستوي الاشتراك في الصدور عن المشيئة إنما تكسب الحسن والقبح والشرع فالحسن ما أمر به الشرع والقبيح ما ينهى عنه فالحسن والقبح عندهم شرعيان لاعقيان طبعا إحنا وضحنا في الحلقات اللي فاتت إيه معنى إن الأشياء في ذاتها مستوي وقلنا إن الأشياء في ذاتها مستوي يعني كل الأفعال متساوية وقلنا إن معنى إن كل الأفعال متساوية إن الزنا بيساوي الزواج وإن اللي ياخد بفلوس بالحرام بيساوي اللي بياخد فلوس بالحلال وإن الربع بيساوي البيع وضحنا أن المقصود أن ما فيش فرق بينهم عقلا فالناس مش بتعرف تميز بين الفعل وعكسه إلا في حالة وجود شارع وبدون شارع الناس لا تميز بين الفعل الحصن والقبيع وأثبتنا الكلام ده من خلال أو من شرح ابن خجر لحديث البخاري كتاب تفسير القرآن صورة البقرة باب وأحلى الله الباية وحرم الربا وتكلمنا عنه بالتفسير في حلقة رقم 85 و86 ودول وقت احنا هنروح لنفس الكلام ونوضح النقطة التانية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة الشيخ البرق بيقول ومسها بالأشاعر أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة وهنوضح النقطة التانية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة وطبعا كلمة الصدور عن المشيئة لها معناين إما مشيئة الإنسان أو مشيئة الله وهنشوف هل ابن حجر بيقول ان الاشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة هل بيقصد بالمشيئة هنا مشيئة الانسان ونلاحظ كلام الشيخ البروك انه قال الصدور عن المشيئة وكلمة الصدور يعني حاجة صدرة من الانسان حسب كلام الشيخ البروك يعني الانسان في الحالة دي يملك مشيئة حققية والانسان بنفسه يتحكم بهذه المشيئة وطبعا لو ابن حجر بيقصد الكلام ده يبقى في الحالة ده التحسين والتقبيه حقليين هيبقى متناقض في النقطة دي وفي الحقيقة التناقض يعني مش جديدة على ابن حجر واللي يرجع لبداية الحلقات هيشوف ان ابن حجر كان بيقول عن التقويل وابيها اقوله وبعدين مرة تانية يروح يقول والأولى الكفة عن التقويل ويروح للتفويل وطبعا لان مصدر التلقى عند الاشعارة وابن حجر هو العقل يعني فما فيش اي تعرض بين التقويل والتفويل وبين مصدر التلقى عند الاشعارة اللي هو العقل لان التقويل والتفويل مصدرها العقل برضو وحنرجع لكلام الشيخ البراك ومسهب الاشعارة ان الاشياء في ذاتها مستوية الاشتراكة في الصدور عن المشيئة وهنشوف هيقول ايه ابن حجر عن المشيئة في صحيح البخير كتاب الإيمان والنظور باب لا يقول ما شاء الله وشئتها ليقول انا بالله سمى بك بيقول لنا كده ابن حجر ايه وبخلاف المشاركة في المشيئة فانها منصرفة لله تعالى في الحقيقة واذا نسبت لغيره بطريق المجاز وحنا حين بنلاحظ ان ابن حجر استخدم نفس الالفاظ اللي احنا نقلناها من كلام الشيخ البراك خلينا نشوف مع بعض الاشتراكة في الصدور عن المشيئة بتساوي المشاركة في المشيئة بتساوي نفس كلام ابن حجر لكن معنى كلام الشيخ البراك ان الافعال متساوية الاشتراكة في الصدور في نفس المشيئة وابن حجر بيقول المشاركة في المشيئة ويقصد ان الانسان ايضا له مشيئة كما ان لله مشيئة ايضا لكن مشيئة الانسان مش مستقلة عن مشيئة الله ويوضح ابن حجر كلامه اكتر ويقول ايه فإنها ممثرفة لله تعالى في الحقيقة فهل يقصد ابن حجر أن مشيئة الإنسان تأتي بعد مشيئة الله وفي الحالة دي يبقى للإنسان مشيئة حقيقية منفصلة عن مشيئة الله ولكنها تخضع لمشيئة الله وبكده هيوافق ابن حجر أهل السنة وبرضه هيكون التحسين والتقبيح عقليين زي المعتزلة أو عقليين شرعيين زي أهل السنة وهيتناقض مع نفسه أكتر ما هو متناقض خلينا نرجع لكلام ابن حجر ونشوفه نتأكد المرة دي هننقل كلامه بالكامل سهيل بخاركتاب الإيمان والنزور باب لا يقول ما شاء الله وشأته هل يقول أنا بالله سوما بك بيقول إيه بخلاف المشاركة في المشيئة فأنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة وإذا نسبت لغيره بطريق المجلس يعني بنلاحظ أن ابن حجر بيأكد أن الإنسان لا مشيئة له أو الإنسان له مشيئة بس مجازية وده بيساوي أن الإنسان لا مشيئة لها وعشان نشوف مدى التنقض عند ابن حجر هنكتب نفس الجملة كالأتي المشاركة في المشيئة بتساوي بطريق المجاز بتساوي مشيئة مجازية بتساوي مشيئة غير موجودة وده بيفكرنا بكلام ابن حجر عن القدرة للعبد قدرة ولكن لا تأثير لها يعني للعبد قدرة بيتساوي مش قدرة أو لا تأثير لها وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور اللي بتساوي وللعبد قدرة عاجزة عن المقدور نفس كلام ابن حجر عن المشيئة المشيئة بحسب كلام ابن حجر معناها بطريق المجاز بتساوي ايه؟ مشيئة مجازية بتساوي مشيئة غير موجودة بتساوي ده معناه أن الإنسان لا عقل ولا إدراق زائد لا قدرة ولا مشيئة زائد فعل وبجملة سهلة ومختصرة من كلمتين ما فيش إنسان لا عقل ولا إدراك ولا قدرة أو إن القدرة عاجزة أو غير مؤثرة والمشيئة مجازية يعني الإنسان اللي بالشكل ده لا يميز ولا يدرك الحسن والقبيح ومش بنبالغ لو نقول إن كلمة الحسن والقبيح غير موجودين أصلا في قموص الإنسان ده دلوقتي هنعمل ملاقص لحلقة النهاردة النهاردة شفنا الشيخ البراق قال إن مذهب الأشعارة إن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة وإنما تكسب الحسن والقبح بالشرع وده معناه عند الأشعارة إن الفعل وعكسه متساويين زي الزنا والزواج وأمثلة أخرى قد منها وده أثبته ابن حجر لما قال بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة وإذا نصبت لغيرها بطريق المجلس يعني الإنسان ما عندوش مشيئة حققية الله هو اللي متحكم في مشيئة الإنسان وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف إن نتيجة التحسين والتقبيح الشرايين بين في كمان فعل الإنسان وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت ترد بعقله إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين حقل المشاركة اشتركوا في القناة